بدأت العشائر العربية بقطعة طريقة الإيرانية العسكرية البرية الممتد من طهران إلى بيروت وهذا الأمر أصبح واضحا مما نشر اليوم من الصفحة الخاصة بالعشائر العربية المتمركزة في سوريا وهذا الأمر أساسا كله تطور في ألبو كمال هنا في الداخل السوري عند الحدود العراقية مؤخرا كانت هناك تطورات عسكرية خطيرة للغاية تحدثت عنها العديد من المصادر ووثقت أسباب هذه المسألة وما الذي جرى فعلا من هذه الاشتباكات والأمر يعود إلى ما بدأه الفوت 47 تابع للحرص الثوري الإيراني والمتمركز في ألبو كمال حاولوا سرقة منزل الشيخ أيمن الدحام وهذا الرجل هو شيخ عشيرة الحسونة تابعة لقبيلة العقيدات التي شيخها أساسا إبراهيم الهفل الذي أصبح معروفا بشكل كبير بعد كل الاشتباكات والمعارك التي شهدناها بين العشائر العربية وقوات سوريا الديمقراطية والشيخ أيمن الدحام كان عضوا في البرلمان السوري سابقا هو مؤيد للنظام السوري بشكل كبير في دير الزور ويسكن في دمشق ولكن أيضا لديه منزل في ألبو كمال وهذا ما حاول الفوج 47 من محاولة سرقته وجاء أخاه وتصدى لهم ورموا قنبلة يدوية الأمر انتهى كله طبعا بهبة كبيرة من عشيرة الحسون وقبيلة العقيدات ضد الفوج 47 وكذلك عشيرة المشاهدة من جهة أخرى لأن عشيرة المشاهدة أغلب أبنائها متواجدين وأغلب أبناء هذه العشيرة موجودين في الفوج 47 تمت مهاجمة المقار تمت السيطرة على الطرق وأخراج الفوج 47 من المنطقة واستمرت الاشتباكات فعلا لعدة أيام لا بل تمكنوا من إلقاء القبض على عدد أيضا من القادة لالفوج 47 وقاموا بجلبهم أمام الشيخ أيمن الدحام كما نلاحظ هنا في الأيام الأولى لهذه الاشتباكات اليوم كان هناك اجتماعا لهذه العشائر العربية وكانوا ينون اتخاذ قرار في هذه المسألة بوجود عشيرة المشاهدة من أجل حل هذه المسألة وجاءت التسريبات بل النشر الرسمي طبعا للصفحة الخاصة بالعشائر العربية ثوار القبائل والعشائر وأكدت بأنه تم الاتفاق على عدم دخول أي ميليشيا مسلحة تابعة لإيران إلى مدينة ألبوكمال بشكل نهائي وتمت حل هذه المسألة بحسب أيضا تسريبات أخرى من عدد من المصادر المتخصصة في الشأن السوري لكن الأهم هو أنه فعلا تم الاتفاق على هذه المسألة وظهر اليوم على سبيل المثال المسلحين للعشائر العربية وهم مسيطرين وحاضرين في هذه المنطقة ولا أثر نهائيا للفوج 47 الذي نتحدث عنه أو الفصائل المسلحة المقربة من إيران غير موجودة نهائيا وهذه المسألة تترابط بشكل مثير للغاية مع تطورات منفصلة عن العشائر العربية لكنها مرتبطة بسبب أن الهدف هو نفس الهدف هو الخط القادم من إيران إلى العراق إلى سوريا والممتد باتجاه لبنان بكل تأكيد حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية نفذت العديد من الضربات تقريبا بشكل يومي بدءا من 11 من نوفمبر الثاني عشر من نوفمبر حتى يوم أمس وكانت على سبيل المثال هذه بعض اللقطات من هذه الاستهدافات للضربات الأمريكية على نقاط للفصائل المسلحة سمع طبعا وتم سمع صوت عدد من هؤلاء المقاتلين من العراقيين وطائرات الأيتين وورت هوجا المتخصصة في ضرب الأهداف الأرضية هي التي نفذت الكثير من هذه العمليات باتجاه الميادين وكذلك باتجاه منطقة القورية على سبيل المثال إذا ما أخذنا نفس هذه المنطقة واتجهنا إلى الميادين إلى منطقة الشبلي تحديدا نقطة الاتصالات هنا كانت إحدى الأهداف التي ضربتها القوات الأمريكية الموجودة في سوريا وأيضا في القورية هذا المقر أيضا قد ضرب وكان هناك العديد من القتلى للفصائل المسلحة المقربة من إيران يوم أمس كانت هناك ضربة أمريكية باتجاه منطقة الجمعيات في ألب كمال التي نتحدث عنها اليوم باتجاه هذا المبنى لنحاول أن نأخذ صورة واضحة من القمر الصناعي ضرب هذا المبنى يوم أمس بهذه الطريقة وقتل من فيه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن كان هناك خمسة قتلى بالإضافة إلى العديد من الجرحة ونشرت صور ثلاثة من الذين قتلوا من الجنسية السورية المنتمين لألف صائل المسلحة المقربة من إيران جراء هذه الضربة وما هو مثير للانتباه أن قوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى بدأت أيضا تضرب هذه الفصائل المسلحة وغرب نهر الفرات وكل شيء متزامن بشكل كبير هنا نحن نتحدث عن أن العشائر العربية قامت بمسك زمام الأمور بدلا من الفوج 47 التابع للحرس الثورية الإيرانية الذي خرج من هذه المنطقة وكذلك أيضا نتحدث عن أن القوات الأمريكية بعد تعرض قواعدها لعدد من الهجمات منها هجوم كان قادما من الأراضي العراقية باتجاه قاعدة الشداد كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إلا أن الرد الأمريكي في نهاية المطاف كان في دير الزور وكان كذلك في القورية وكان أيضا في ألبو كمال وضربوا العديد من الأهداف في هذه المناطق التي طالت الفصائل المسلحة وقدراتهم العسكرية ومخازنهم التسليحية بشكل هائل وكذلك نتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية التي تحديدا عمليات الاستهداف بينها وبين الفصائل كانت باتجاه ما هو يقابل الشحيل تحديدا التي يسيطرون عليها وكانت هناك ردود فعل من هذه الفصائل بالتالي فجأة كل هذه الأطراف بدأت تعمل بشكل غير متفق عليه كما هو واضح باتجاه الفصائل المسلحة المقربة من إيران لأن العشائر العربية لديها مشكلة مع قوات سوريا الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية لديها مشاكلها الخاصة أيضا في طبيعة هذه المعارك والولايات المتحدة لا ترد إلا إذا تعرضت إلى هجوم باتجاه قواعدها وبالتالي هذه كلها قواعد مختلفة إذا ما تحدثنا عنها ولكن يبدو بأن الطريق الرابط الموجود هنا للفصائل المسلحة المقربة من إيران وتحديدا في البوكمال قد قطع تماما وواضح جدا بأن الأمر ليس سهل أبدا على الفصائل المسلحة بعد الآن وعلى إيران من استخدام الطريق البري بعد كل هذه الأنباء التي نتحدث عنها في نقل أسلحتهم وصواريخهم أو الطائرات المسيرة أو الأفراد التي تنوي إيران من تمريرها على المستوى البري من القائم إلى البوكمال إلى الميادين ومن ثم تنتقل إلى مناطق أخرى لكن لا زالوا يمتلكون طبعا المعبر الإيراني ألا وهو معبر السكك الذي تأتي باتجاهه قاعدة الإمام علي الموجودة تحت الأرض في الداخل السوري تعتبر من القواعد المهمة التي سبق لإسرائيل وإن استهدفتها طبعا وبالتالي الطريق سالك هنا ولكن المنطقة مشتعلة وتحت النار وأكثر من طرف يشتبك في هذه المنطقة كما نتحدث ولا بد أن لا ننسى تنظيم داعش الإرهابي الذي يقتنص الضربات هنا وهناك ليس بالضرورة ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران ولكن هو طرف يدخل من ضمن هذه المعادلة ويعتبر طرفا رابعا والنظام السوري ليس واضحا بطبيعة موقفه من ما يجري حيث أننا شهدنا الكثير من الأنباء مؤخرا التي تتحدث أن النظام السوري يريد أن ينأى بنفسه من هذه المعركة الجارية باتجاه إسرائيل ولا يريد أن تستخدم الأرض السورية في استهداف إسرائيل وبالتالي ما يجري هنا في ألبو كمال يبدو مثيرا للانتباه مع الحديث عن الشيخ أيمن الدحام الذي كان عضوا في البرلمان السوري هي مسألة طبعا مثيرة للانتباه ولكن أيضا هي بشكل غير مباشر نوعا ما تعتبر أخبار مثيرة وسارة للجانب الإسرائيلي لماذا؟ لأن إسرائيل تستهدف أساسا إمدادات السلاح البرية على سبيل المثال يوم أمس ليلة يوم أمس قاموا باستهداف حمص وضربوا عددا من النقاط الموجودة هنا ما بين حمص وما بين الحدود مع لبنان جاءت الطائرات الإسرائيلية هي التي تنفذ هذه الضربات من أجل إيقاف كل شحنات الأسلحة الصاروخية والطائرات المسيرة التي عادة ما تأتي بهذا الشكل الذي نرى برا إلى الداخل السوري كأحدى الطرق لوصول هذه الأسلحة ومن ثم تأتي مباشرة إلى حزب الله اللبناني ليستفيد منها ضد طبعا الجيش الإسرائيلي والمعاركة البرية الجارية في هذه المنطقة وهنا مع اشتعال هذه الأمور في هذه المنطقة لم يتبقى لإيران الكثير إلا استخدام الأجواء الخاصة بها من أجل الوصول طبعا عبر الأجواء العراقية أن تأتي إلى العاصمة السورية دمشق أو أن تأتي مباشرة على سبيل المثال إلى أي من المطارات الموجودة في هذه المنطقة أو حتى باتجاه على سبيل المثال اللاذقية وغيرها هذه المناطق ممكن أن تصل لها طائرات لكنها تحت الرصد الإسرائيلي وإسرائيل ترى ما الذي يجري في هذه المناطق تتبع كل الأسلحة وتستهدف أي شيء ممكن أن يصل لهذه المنطقة واليوم كنا أمام عملية اغتيال من قبل الجانب الإسرائيلي دقيقة للغاية جاءت باتجاه عدد من عناصر المتواجدين من حركة الجهاد الفلسطينية طبعا المتواجدين في منطقة المزة بالتالي هذه الأمور وقطع هذه الطرق كما نتحدث الآن وهذا الطريق البري تحديدا هو يضعف من وضع الفصائل المسلحة وطبعا يعطي فرصة للجيش الإسرائيلي بالتمدد بشكل أكبر حزب الله ليس لديه الكثير من الدعم في ظل هذه الظروف التي نتحدث عنها خاصة وأن إسرائيل كاتس وهو الرجل الذي أصبح وزيرا لدفاع إسرائيل بعدما كان وزيرا للخارجية بدلا من يواث غالاند الذي عفاءه بنيامي نتنياهو في ليلة الانتخابات الأمريكية بين دونالد ترامب وكامالا هارس التي فاز بها طبعا دونالد ترامب وقال بأننا مستمرين في توسيع هذه العملية البرية في لبنان تحديدا ولن نتوقف حتى نزع السلاح بالكامل من حزب الله وانسحابه خلف النهر الليطاني وبدأ بالفيس 2 المرحلة الثانية باللون الأصفر لأن الجيش الإسرائيلي تقريبا مسيطر بريا على هذه المنطقة قام بإخلائها دمر الأنفاق الموجودة فيها وليست هناك الكثير من القدرات المتبقية لحزب الله بعد الآن لتحقيق أي هجمات مفاجئة على سبيل المثال على الشمال الإسرائيلي كما كان يخطط قوات أو تخطط قوات الرضوان وحزب الله بشكل عام وبالتالي الآن الخطة هو أن إسرائيل أن تتقدم باتجاه كل هذه المناطق التي نراها باللون الأصفر كمرحلة ثانية للاستمرار بدفع حزب الله حتى يصبح خلف النار الليطاني بتالي العمليات مستمرة وفي ظل أخبار جديدة أيضا مرتبطة بالرد الإيراني وعملية الوعدة الصادقة الثالثة باتجاه إسرائيل إسرائيل لا تشعر بالضغط الكبير الآن بعد تسريبات قد نشرت بهذا الشكل من عدد من المصادر مثل أمي خايشتاين من قناة كان العبرية الذي قال مسؤولون إسرائيليون حتى الآن تراجع أو أكد بأن حتى الآن تراجع الإيرانيون عن قرارهم بالرد نفس الأمر كان صادرا من مصادر إيرانية لسكاي نيوز عربية والتي أكدت تأجيل الرد الإيراني على إسرائيل لفتح مفاوضات مع ترامب بعد الرسالة التحذيرية التي وصلتها عن طريق بغداد ورأينا رفايل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو في إيران وبدأت التصريحات إيجابية حول المسألة النووية وتبدو إيران وكأنها تريد الخروج من هذا الضغط ومن هذه المعارك